نحن موجودين في وزارة الصحة والسكان ومشتركين في هذا المهرجان عشان نقدم خدمات من خلال إدارات مختلفة من الوزارة خدمات علاجية من خلال تواجد القوافل العلاجية والعادات المتنقلة أيضاً بنقدم كل الخدمات الصحية المتعلقة بالمبادرات الرئاسية علشان تفيد كل المترددين على المهرجان مش بس على المهرجان الحقيقة لكن كل الموجودين من أول اسكندرية لحد مرسى مطروح بنقدم أيضاً دعم وتسخيف صحي لكل ما يحتاجه المترددين كل الخدمات اللي بنقدمها سواء خدمات علاجية أو خدمات وقائية بتقدم بالمجان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية محافظة مرسى مطروح واهتمامنا بيها زي محافظات كل الجمهورية الحقيقة لأن احنا معانيين بمنظومة التأمين الصحي الشامل اللي بنتوسع فيها بعد ما بدأنا في ست المحافظات محافظة مرسى مطروح ومحافظة مطروح من المحافظات المؤهلة للمرحلة التانية وبالتالي تطوير المنشآت الصحية في محافظة مطروح شيء أهم جداً واحنا اشتغلنا الحقيقة من أول مطروح العام وسيدي برراني المركزي مستشفى السلوم المركزي مستشفى النجيلة المركزي مستشفى رأس الحكمة ومستشفى الضبعة ومستشفى العالمين ومستشفى الحمام المركزي حجم كبير جداً من الخدمات الصحية مقدمة لإهالي محافظة مرسى مطروح مش فقط في مجال وقت الغطلات الصيفية ولكن على مدار العام وزي ما بنقول احنا بنستعد لتطبيق منظومة تأمين الصحي الشامل زي ما بدأنا في ست محافظات في المرحلة الأولى دخلين في محافظة مطروح ومحافظة شمال سيناء ومحافظة دميات ومحافظة كفر الشيخ ومحافظة المينيا في المرحلة التانية عشان نقدر نقدم لأهالينا برنامج التوسع في تطبيق منظومة تأمين الصحي شكرا